مجددا ينبر الروس للاستجابة بدهاء لطلب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية هدنة طويلة الأمد لتجنيب سكان شرقي حلب كارثة محققة بينما مؤونتهم على وشك النفاذ وكالعادة يضع الروس الذين تتجمع قطعهم البحرية قبالة سواحل سوريا شروطهم أولها تأكيد تقدمت الأمة المتحدة بشأن قدرتها على إيصال المساعدات إلى شرقي حلب وعدم استغلال مقاتلي المعارضة الهدنة لتعزيز صفوفهم عرض وشرط روسي تقابله المعارضة كالعادة بالشك ثم الشك قائلة إن هدف موسكو هو إخراج مقاتلي المعارضة من حلب وإخضاعها للنظام تارثا تقرر بأن لا مكان للحل السياسي في سوريا وأن الاحتكام إلى السلاح فيصل لما سيكون وتارثا أخرى تعود للحديث عن هدنة جديدة طويلة الأمد في حلب ولكن بشروط إنها روسيا التي تشترط لعرضها هذه المرة أن تحصل مقابله على تأكيد رسمي من الأمم المتحدة بشأن قدرتها على إصال المساعدات إلى شرق حلب وتصر على أن نيران فصائل المعارضة هي التي نسفت سالف الهدن وأنها موسكو الأول حماية المدنيين لكن نيات روسيا المعلنة لا تجد أي منطق على الأرض بينما توزع طائراتها نيرانها فوق رؤوس المدنيين في حلب نفسها ليلة نهار ولا تدخر الجهدا في دعم النظام السوري بالسبول كافة ولا يستسيق تلك النيات عارف بتاريخ الهدن الروسية في حلب التي لم تحمل من اسمها أي شيء في أحسن الحالات بل إن تمتما يدفع موسكو لتقديم عرضها المشروط هذا الآن تحديدا في بعض القراءات ليس عرض الروسيا هذا إلا حيلة منها لإخلاء ذمتها أمام المجتمع الدولي من عرقلتها إدخال المساعدات إلى حلب في وقت ارتفعت فيه تحذيرات الأمم المتحدة من نفادي المخزون الغذائي في المدينة خلال أيام وهي بذلك تسعى أيضا للتسبب في مواجهة بين الأمم المتحدة وفصائل المعارضة بإصرارها على أن تضمن المنظمة الدولية التي تستغل المعارضة الهدنة إن طبقت لتعزيز صفوفها وتغيير الواقع العسكري فتظهر موسكو كأنها الحمل الوديع الداعي للسلام بينما تعقل المعارضة طريقا كل عرض تحكمه حسابات لدى روسيا وعرضها المشروط هذه المرة حيلتها في قراءات أخرى لتجميع قطعها البحرية المدمرة قبلة السواحل السورية التحرك الذي حذرت استخبارات غربية من أنه استعداد روسي لهجوم غير مسبوق على حلب في غضون الأيام القليلة المقبلة لأن الشيطان يكمن في التفاصيل يبدو عرض الدب الروسي بحسابات لا تخطئ التوقيت فبينما يرسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطوط سياسات بلاده الخارجية تريد موسكو عبر هدنتها المقترحة المشروطة هذه أن تشجعه كما شجعتها تصريحاته على اتخاذها حليفا لأسعج الدكان لمكافحة الإرهاب قبل الخوض في أي أجندة سياسية حول مستقبل سوريا إذن هدنة جديدة مطروحة يجري الحديث عنها لكن ماذا عن آخر هدنة؟ وهل صمدت فعلا؟ وكم كان عدد الضحايا خلال الخروق التي تخللتها؟ المزيد من الإحصاءات حول هذا الموضوع مع سامي قاسمي تذكرنا بما حصل بالهدن السابقة في حلب سامي؟ بكل تكيد يوسف المرصد السوري لحق الإنسان وثق عدد القتلى والجرحى في حلب منذ الساعات الأولى لانهيار الهدنة الروسية قبل أقل من شهرين قدر المرصد عدد القتل المدنيين بتسعمائة وثمانية أشخاص بينهم مئتان وأربعة أطفال نحو أربعمائة وخمسين قتلوا في الضربات الجوية على شرقي حلب بينهم خمسة وثمانون طفلا ونحو ثلاثين من الإناث كذلك وثق المرصد السوري لحق الإنسان مقتلى واحد وثلاثين مدنيا بينهم سبعة أطفال في قصف مدفعي على ذات المنطقة في حين قتل نحو مائتين وعشرين من ضمنهم سبعة وخمسون طفلا في غرات جوية على أرياف حلب على الجهات الأربعة وعلى الجانب الآخر قتل نحو مائة وتسعين مدنيا بينهم أربعة وخمسون طفلا جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق سيطرة النظام في الأحياء الغربية لحلب وفي حصيلة للجرحة أفضت غارات طائرة النظام والطائرة الروسية وقصف قوة النظام أحياء حلب الشرقية والمعارضة غربي المدينة إلى إصابة نحو ثلاثة ألاف ومائتي مدني يوسف وكأننا بروسيا اليوم من خلال إطلاقها لهذه الهدنة المشروطة وكأنها تريد أن تخلي ذمتها وتحشر المعارضة المسلحة في الزاوية وتقول بأنهم يرفضون ويفشككون في هذه الهدنة وأن كان هناك اتهامات سابقة لروسيا للمعارضة بأنها تقصف الممرات ولا تريد إنجاح الهدنة وهناك اتهامات في المقابل بأن فصيل النصرة داخل حلب هو الذي يقصف الممرات ومنع خروج المدنيين الاتهامات متبادلة لكن دعنا نسأل ضيفنا عن النهج الروسي في حلب معنا من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري مرتزين أهلا سيد مرتزين بداية يقول بعض بأن السيد بوتين غير مستعجل لحسم حلب كما يبدو إيران ودمشق مستعجلتان جدا لحسم المعركة في شرق حلب هل عرض الهدنة تلوى الهدنة ولو أنها لم تنجح فيه إشارة إلى واشنطن بأن موسكو ربما تؤجل الحسم العسكري لصالح تفاهم سياسي مع الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد ما رأيك؟ بالرأي موسكو بالفعل إذا تستعجلوا القيام بالهوديوم على شرق حلب بسببين أولا قد تم تدمير كثير من المباني ومعاناة الناس المدنيين على جدا وبوتين يدركوا ذلك أولا ثانيا بوتين يريد تنسيق العمل السياسي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وطبع لذلك روسيا لا تقوم بالدربات الجوية منذ 20 يوما وطبعا جاءت الصفن الروسية لسواح السورية ولكن هذا لا يعني ذلك طبعا هناك بعض يوجد الفرقات مثلا أميرال الفرقات التي تزود بالصواريخ الكليبر ما يسمى بالصواريخ الذكية ولكن روسيا لا تستعجل باستعمال هذه الأسلحة الدقيقة لأن ترهب استعناف العملية السياسية هذا هو السبب طيب سيد مرتزين قبل يومين تقريبا تفضل أكمل الفكرة سأكمل الفكرة أنتم تعتمدون في الحسابات على المارسد السوري للحقوق الإنسان من هو مارسد السوري للحقوق الإنسان؟ برأي هذا المصدر غير الموثوق به رامي عبد الرحمن هذا الرجل الذي يترى هذه المنظمة كان بعيد شهورما في لندن وحقق بالسجن في سوريا ثلاث مرات قبل أن نهجر إلى بريتانيا لا نقبل أن ندخل في أشياء شخصية في النهاية في أزمة في مرصد في أرقام قد تشكك فيها قد لا تكون رسمية ولكن هذا الموجود على الأرض في النهاية لا توجد مصادر رسمية والمرصد كان له الكثير من الإحصاءات المقبولة خلال الست سنوات الماضية وحتى المعارضة تشكك فيه أيضا إذا كانت تشكك فيه المعارضة والنظام وروسيا أيضا هنا كلام آخر فقط سؤالي هو أن موسكو قبل يومين تقريبا قالت بأن الهدن الإنسانية تصب في صالح المسلحين والسؤال هنا لماذا إذا كانت روسيا مقتنعة بأن الهدن تصب في صالح المسلحين لماذا ترحى مجددا مرة أخرى أولا روسيا لا تقوم بالدربات الجوية على حالب كما قلت منذ 20 يوم وفي نفس الوقت ماذا يجري على الأرض المعارضة المعتادلة ما يسمى بالمعتادلة وبالفعل هي المتطارفة تقوم بالقصف الأحياء في حالب الغربية وهناك كثير من الدحاية ضمن المدنيين في هذا المكان وفي نفس الوقت روسيا لا ترد بالهجوم التيراني تترك هذا الأمر وتصبر وتنتظر إلى الجواب من دونالد ترامب طبعا بوتين دونالد ترامب قال أنه عن رؤية أخرى التي تختلف عن رؤية بارك أوباما بشأن سوريا دونالد ترامب قال أنه سيحارب مع داعش وليس مع بشار الأسد ومن خلاف الأولوية في سياسة بارك أوباما هو لتاحب نظام بشار الأسد أما الأولوية الثانية مكافحة داعش والنصر أما بالنسبة لروسيا أهم شيء مكافحة المنازمات الإرهابية طيب اسمح لي هنا قلت بأن الرئيس بوتين لا يريد الاستعجال في حلب لأن هناك دمار كبير حصل في شرق حلب في المباني حتى في غرب حلب لكن هذه السفن العسكرية التي تقترب من الساحل هي تهدد بأن احتمال حسم المعركة عسكريا وارد وهناك أسلحة أقوى ربما وأكبر يمكن استخدامها في المستقبل وبالتالي موضوع هدم حلب ليس بهذه الصورة التي ربما طرحتها مستعد الرئيس بوتين في النهاية أن يهدم حلب إذا كان هذا الخير الأخير طبعا برأي هذه السفن الروسية التي اقتربت من سواحل السورية هذا هو عمل سياسي عمل تخفيف عمل الردع بالنسبة للإرهابيين المعارضة المتزمدة كنصرة ودايش وروسيا لا تستفيد من هذه الأسلحة روسيا تنتظر ماذا سيجري وماذا ستعمل المعارضة المعتادلة والمتطارفة وماذا ستفعل الأمريكا بوتين ينتظر وهو بالفعل لا يستعجل تطور الأحداث بوتين ينتظر والمعارضة يبدو أنها تشكك في أهداف هذه الهدنة في حال أصرت المعارضة المسلحة على رفض أي شكل من أشكال هذه الهدنة ما الذي ستقوم به موسكو في حال ما تم رفضها نهائيا من قبل المعارضة خصوصا أن هناك ضغط من دمشق على موسكو لاستمرار العملية طبعا يمكن أن تكون ضغط ولكن بوتين لا يتعرض للضغط من طرف بشار الأسل على النصف الجيوسياسي روسيا وأمريكا هما صاحباء القرار وطبعا هناك السعودية وقطر وتركيا ولعبين الأخرين ولكن الكلمة الأولى الآن على جانب الولايات المتحدة وبوتين بالفعل يريد أن يناسق الحوار أن يبدأ الحوار مع الرئيس المنتخب الأمريكي الجديد دونالد ترامب ولذلك طبعا هو لا يستعجل برأيك شكرا جزيلا للكاتب والباحث السياسي أندري مرتزين حدثنا من موسكو